كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر سؤال الأقمار الصناعية تشير إلى أن الرمال المسارة على مناطق من غرب البلاد وسواحل الشمالية الغربية في سيوة ومطروح والعالمين والأسكندرية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أضفت الهيئة أنه من المتوقع أن تتقدم الرمال المسارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت كما تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط الأمتار المتفوتة الشدة وتكون رعضية أحيانا وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد اليوم ولمدة إثنتين وسبعين ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمتار متفوتة الشدة ونشاط للرياح المسيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد